السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم على قناتكم القناة السوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار فصل الثاني في مادة اللغة العربية لسنة الرابعة ابتدائي سأترك لكم هذا النموذج جاهز للطباعة في صندوق الوصف على سكل صور وعلى شكل PDF إذن نبدأ بقراءة النص ثم نجيب على الأسئلة الشمس مصباح خلقه الله تعالى في السماء فتستمد منه الأرض والقمر نورهما وتختفي النجوم عند رؤية الشمس أنا الشمس يحتاج إلي الإنسان والحيوان والنبات لأن أشعتي لها الكثير من الفوائد فافتح نوافذ المنزل لأغمر بيتك بالنور والدفء وأقتل الجرافيم وأبعد العلل وعرض جسمك لأشعة لتقوى عظامك لكن لا تطل فأحرق جلدك فسبحان الذي خلقني إذن نعيد الشمس باسباح خلقه الله تعالى في السماء فتستمد منه الأرض والقمر نورهما وتختفي النجوم عند رؤية الشمس أنا الشمس يحتاج إلي الإنسان والحيوان والنبات لأن أشعتي لها الكثير من الفوائد فافتح نوافذ المنزل لأغمر بيتك بالنور والدفء وأقتل الجرافيم وأبعد العلل وعرض جسمك لأشعة لتقوى عظامك لكن لا تطل فأحرق جلدك فسبحان الذي خلقني إذن الآن مع أسئلة الفهم قال اقترح عنوانا مناسبا للنص عن ماذا يتحدث النص يتحدث النص عن الشمس وعن فوائد الشمس إذن العنوان المناسب للنص وهو فوائد الشمس فوائد الشمس قال أذكر ثلاث فوائد للشمس لدينا في النص أن الشمس يحتاج إلي الإنسان والحيوان والنبات لأن أشعة لها الكثير من الفوائد فافتح نوافذ المنزل لأغمر بيتك بالنور إذن تعطينا النور إذن هي تمدنا تمدنا بالنور أيضا والدفء أيضا تعطينا الدفء وأقتل الجراثيم إذن تقتل الجراثيم وأبعد وأبعد العلل أي أبعد الأمراض إذن تبعد أو تبعد الأمر الآن قال استخرج من النص ضد تبقى ضدها تبقى إذن لدينا الشمس مسباح خلقه الله تعالى في السماء فتستمد منه الأرض والقمر نورهما وتختفي إذن عكسها تبقى وضدها تختفي إذن تبقى ضدها تختفي مرادف الأمراض قلنا وأبعد العلل أي أبعد الأمراض إذن الأمراض مرادفها وهي العلل ثم قال استخرج من النص في أسئلة اللغة قال استخرج من النص ما يلي مبتدأ مضاف إليه فعل أمر اسم وصول وحرف جر قلنا المبتدأ تبتدئ به الجملة الإسمية إذن نبدأ ونبحث عن جملة الإسمية في بداية النص لدينا الشمس مصباح إذن الشمس هنا كلمة جاءت في أول الجملة إذن هذه الجملة جملة إسمية الشمس مصباح إذن تبدأ بمبتدأ إذن الشمس مبتدأ المبتدأ دائما يكون مرفوعا الشمس ثم قال مضاف إليه قلنا المضاف إليه نكتب مثل هذه القصصات المضاف إليه هو اسم معرف إذن دائما معرف بالألف والام يأتي بعد اسم نكرة يأتي بعد اسم لا يوجد فيه ألف والام التعريف إذن اسم نكرة ويكون دائما مجرورا إذن نبحث الشمس مصباح مصباح جاء بالرفع خلقه الله تعالى في السماء في السماء جاءت بالكسر لكن جاءت قبلها حرف جر إذن هذا يسمى اسم مجرور فتستمد منه الأرض جاءت مرفوعة والقمر نورهما وتختفي النجوم عند رؤية الشمس إذن هنا الشمس جاءت معرفة وما قبلها نكرة وما قبلها نكرة وجاءت أيضا مجرورة إذن الشمس هنا مضاف إليه الشمس مضاف إليه ثم قال فعل أمر لدينا هنا فافتح نوافذ المنزل إذن افتح نوافذ المنزل إذن افتح هنا فعل أمر لأغمر بيتك بالنور وأقتل الجراثيم وأبعد العلل وعرض إذن هنا أيضا فعل أمر عرض جسمك إذن هنا عرض فعل أمر عرض جسمك اسم وصول قلنا التي الذي اللذان اللتان الذين اللوات هذه الأسماء الموصولة إذن لدينا في آخر النص فسبحان الذي خلقني إذن اسم وصول هو الذي حرف جر لدينا هنا في السماء في السماء إذن في حرف جر لأن قال أعرب ما بين قوسين في النص إذن نبحث عن الجملة التي بين قوسين قال افتح نوافذ المنزل إذن هنا الكلمة وهي افتح نوافذ المنزل فعل أمر إذن نقول فعل أمر مبني دائما فعل أمر يكون مبني فعل أمر مبني على السكون ثم افتح من الذي يفتح يجب أن يكون هناك فاعل لكن في الأمر نقول افتح أنت نوافذ المنزل لكن أنت هي غير ظاهرة إذن نقول افتح فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير لأنه نقول افتح أنت والفاعل ضمير نقول مستتر معناه غير ظاهر أو متخفي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت لأننا نتحدث معك أو نأمرك إذن افتح وهو فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت لا قال افتح نوافذ ماذا يفتح يفتح النوافذ إذن نوافذ وهو مفعول به إذن نوافذ وقع عليه الفعل وسيغة السؤال ماذا تعطينا مفعول به إذن نوافذ مفعول به منصوب دائما مفعول به يكون منصوبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الفتحة الظاهرة على آخره ثم المنزلي افتح نوافذ المنزلي إذن المنزل هنا جاءت بالكسرة وجاءت معرفة بالألف ولام والكلمة التي قبلها هي نكرة بدون ألف ولام إذن قلنا المضاف إليه هو اسم معرف دائما بالألف ولام ويأتي بعد اسم نكرة ويكون دائما مجرورا إذن هنا المنزل مضاف إليه لكن أين المضاف نقول هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف دائما عندما نكتب مضاف إليه نعود إلى الكلمة التي قبله ونكتب وهو مضاف إذن المنزل مضاف إليه كيف مجرور المضاف إليه يكون دائما مجرورا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ثم قال علل سبب كتابة الهمزة المتوسطة في الكلمات الآتية الهمزة المتوسطة وهي الهمزة التي تكتب في وسط الخلمة نسميها همزة متوسطة إذن لدينا رؤية إذن رؤية كتبت نقول دائما كتبت الهمزة المتوسطة على ماذا على الواو لأنها إذن دائما نقول حركة الهمزة مع حركة الحرف الذي قبله لأنها جاءت ساكنة وما قبلها مرفوع قلنا حركة الرفع أقوى من حركة السكون لذلك حركة الرفع تكتب مثل الواو الآن الفوائد كتبت الهمزة على على النبرة لأنها جاءت دائما نكتب حركة الهمزة مع حركة الحرف الذي قبله إذن لأنها جاءت مكسورة وما قبلها وما قبلها ساكن وما قبلها ساكن الآن قال حول الجملة إلى الجمع افتح نوافذ المنزل وتمتع بأشعة الشمس إذن نقول افتحوا افتحوا نوافذ المنزل افتحوا نوافذ المنزل وتمتع نقول وتمتعوا وما تمتعوا بأشعة الشمس بأشعة الشمس إذن هنا مع الوضعية الإدماجية قال خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وجعل عليها الكائنات الحية من بينها الشجرة التي لها الكثير من الفوائد اكتب فقرة من ثمانية أسطر تتحدث فيها عن فوائد الشجرة وواجب نحوها إذن طلب منا كتابة فقرة عن فوائد الشجرة وواجبنا نحوها في بداية الفقرة نكتب مقدمة ثم عرض ثم خاتمة في المقدمة نكتب الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية ونحاول سياغتها بطريقة أخرى هنا نتحدث عن فوائد الشجرة ونختمها بواجبنا نحوه مفهوم إذن في الوضعية الإدماجية قال خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وجعل عليها الكائنات الحية من بينها الشجرة التي لها الكثير من الفوائد إذن في المقدمة نتحدث عن الشجرة ماذا نقول نقول الشجرة هي من الكائنات الحية إذن نقول الشجرة كائن حي هو يتنفس مثل الإنسان إذن الشجرة كائن حي يتنفس ويتغذى ويتغذى لذلك يجب الاعتناء به فاصلة وقد حثنا الإسلام وقد حثنا الإسلام أن نعمر أن نعمر الأرض بالغرس والزرع المثمر بالغرس والزرع المثمر إذن هذه هي المقدمة الآن ندخل في العرض دائما نترك مسافة معينة ونبدأ بالعرض في العرض نتحدث عن فوائد الشجرة إذن نقول تعد الأشجار تعد الأشجار مصدرا للجمال إذن أول فائدة وهي جمال الطبيعة إذن تعد الأشجار مصدرا للجمال إذن في الشجرة من فوائد الشجرة إذن الشجرة من فوائدها أولا جمال الطبيعة ثانيا تعطينا الظل أيضا تعطينا الثمار أيضا ماذا تعطينا تلطف الهواء إذن تلطف الهواء أيضا تعطينا الأكسجين إذن كل هذه من فوائد الشجرة إذن تعد الأشجار مصدرا للجمال ولها دور كبير في ماذا لها دور كبير أيضا ولها دور كبير فهي تعطينا ماذا تعطينا فهي تعطينا الظل والأكسجين وتلطف وتلطف الهواء من الحرارة الشديدة إذن في الخاتمة نقول لذلك يجب المحافظة عليها كيف بعدم قطع أغصانها أيضا أو رمي النفايات أو رمي النفايات حولها لأنها ثروة حقيقية إذن نعيد الشجرة كائن حي يتنفس ويتغذى لذلك يجب الاعتناء بها لأننا نتحدث عن الشجرة لذلك يجب الاعتناء بها وقد حثنا الإسلام أن نعمر الأرض بالغرس والزرع المثمر تعد الأشجار مصدرا للجمال ولها دور كبير فهي تعطينا الظل والأكسجين وتلطف الهواء من الحرارة الشديدة لذلك يجب المحافظة عليها بعدم قطع أخصانها أو رمي النفايات حولها لأنها ثروة حقيقية إذن إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعنا لنهى اليوم أترك في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة